مثلاً عقاد البرلمان في سيئون عشية الثالث عشر من أبريل العام الماضي أملاً في سماء اليمنيين ورأى البعض تلك الخطوة الأولى في سبيل إنقاذ البلد من مسلسل الإخفاقات المتوالية والممتدة طيلة سنوات حكم هادي ستعود الدولة ولو بعد غياب نظراً لما يمثله دور البرلمان من أهمية على المستوى الدستوري والرقابي والتشريعي ودعم مشروع استعادة الدولة خصوصاً بعد تأخر انعقاده لأربع سنوات خلت تبادل الجميع التهانية بانعقاد البرلمان بعد استفاء النصاب وخرج الاجتماع بترشيح سلطان البركاني رئيساً لمجلس النواب ومضى كل إلى غايته وكأن الجلسة لم تكن إلا لهذا الغرض وبعد مضي عام كامل على تلك الجلسة لا يزال البلد يعيش حالة من الغيبوبة السياسية نتيجة إخفاق مؤسسات الشرعية من الرئاسة إلى الحكومة وصولاً إلى البرلمان الأمر الذي مثل خيبة أمل كبيرة لليمنيين بحسب مراقبين فإن الفشل في إعادة تفعيل دور مجلس النواب وانتظام جلساته ليس سوى محصلة لجميع التعقيدات القائمة بدءاً من فشل السلطة الشرعية وصولاً إلى تغير أهداف التحالف الداعم لها حيث بقي الموقف الإماراتي معطلاً رئيساً لانعقاد البرلمان طوال العامين الماضيين وحتى اللحظة تشهد شرعية حالة من الشلل التام بسبب تفشي الفساد المالي والسلاب القرار من قبل الرياض الأمر الذي جعلها خارج دائرة الجاهزية مقابل هذا العجز والتخبط في صف الشرعية تمضي مساعي ميليشيا الحوثي لتفعيل دور المجلس بأعضائه الموالين لها بوتيرة عالية ليس هذا فحسب بل وتسعى لتقويض فعالية وأداء أعضاء البرلمان التابع للشرعية إما بالترغيب أو الترهيب حيث أصدرت ميليشيا الحوثي مؤخراً حكماً بالإعدام بحق 35 برلمانياً بتهمة التعاون مع ما تسميه العدوان وقررت مصادرة ممتلكاتهم وهو ما بات يؤثر على مساعي إعادة تجميع أعضاء المجلس لعقل جلسة جديدة